طيبين بكرة افطار اول يوم رمضان والبط طبعا الراعي الرسمي لفطار اول يوم رمضان هنعمله بطريقة حلوة جدا بمعلاقة واحدة البط بتاعك هيستوي بسرعة جدا وهتطلع لحمته طريقة وكمان هتاخدي منه شربة حلوة وما فيش اي زفارة فيه خالص منتهى النظافة وجميل اهم من طبخ البط بجد تنظيفه ان هو مبقاش فيه اي حاجة يلا بقى نشوف هنعمل ايه بس ياريت لايك وشير للفيديو وتعمليلي بمتابعة لو انت اول مرة تشوفيني يلا نبتدي باسم الليه جبت شوية دقيق وملح خشن وهبتدي ان انا ادلت كده البطة عشان تنضف من جوه ومن برة ونطلع اي كده شعر صغير ولو فيه شعر مش راضي يطلع نقدر طبعا نشيطها كده على البتوجاز هخسلها بقى من الديق والملح وبعد كده هنشوف هنعمل ايه هنعمل بقى محلول النقع وده مهم جدا هنحط هنا لترين مية وعليهم نص كباية خلة ابيض ونص كباية سكر ونص كباية ملح ونحط بقى تواب الحصى عشان كده تبقى منكهة وتشيل اي زفارة هنحط بقى هنا فلفل حصى وحبهان ورق لورو مستيكا عيدان ارفة لو عندك هندوب بقى الملح كده والسكر وهننزل بالبتة انا هحطها ليلة كاملة من الصبح التاني يوم في التلاجة في المحلول ده وده بقى بيشيل اي زفارة من البتة وبيخلي اللحم بتاعها بجد طريق اوي بجد الطريقة دي هتعجبكو جدا ان شاء الله هوريكو شكل المية تاني يوم شايفين المية لونها تغير ازاي لانها نزلت كل حاجة فيها هشطفها بقى وهنشوفها نطبخها ازاي جبت بصل كده وقطعته جوانح وحطت عليه فصين حبهان وشوية ملح وشوية فلفل وشوية بهارات وبعد كده بنقلبهم طبعا البط ليه طرق كتير ممكن تعمليه بالبرتقان ممكن تعمليه كده رزته في كيس حراري في الفرن بس النهاردة انا عايزة اخد منه شربة عشان تنفع مسلا لرز الملخية لكده فانا هحشي بقى بالبصل واحط الكبد والاونس وهقفل البطة كويس كده من رجليها وهقفلها كمان بالتوسبكس وهتشوفوا دلوقتي هنعمل ايه بعد ما حشيت البطة كده وقفلتها هجيب بقى حلة وهحط فيها جزر وبصل وتماطم وحبهان وورق لورو وهشوحهم كده وبعد كده هنزل عليهم بالمية واسبهم بقى يغلو وهنزل بالبطة ومعلقة واحدة بث اللي هتخلي البطة تستوي بسرعة جدا طبعا هناخر الملح لان الملح بيعطل السوا هنحط معلقة سكر ودي اللي هتخلي البطة فعلا تبقى طرية وتستوي معاكي بسرعة والملح هتخلي في الاخر بعد ما البطة تسلقت وصفناها من الشربة وخدت تقريبا ساعة هنعمل لها بقى السوس اللي هندهن وشها به معلقة سمنة ومعلقة سلسة ومعلقة عسل ومعلقة سويا سوس ولازم تدهني البطة من ناحيتين عشان تاخد لون من فوق ومن تحت تحطيها تحت الشوية وتقليبيها وتدهنيها تاني بحيس ان هي تطلع لونها دهبي من كل الجهات وده بقى شكلها لما خلصت يارب بتكون الوصفة سهلة وعجبتكو بجدها هتاكل ان شاء الله احلى بطة بالهنة والشفا كده بقت جاهزة للتقديم اشوفكم في فيديو جديد بحبكم في اللايك وليس انا انتو طيبين مع السلام